الآن مشاهدين نتابع معكم هذه الصور لاستقبال الرئيس الأوكراني فوردوميزي نسكي الرئيس الهندين ألين درامودي الذي وصل إلى أخراني اليوم ويبدو أن هناك اتفاقيات أو اتفاقيات قد تم توقعها الآن بين الجانبين الأوكراني والهندي نذكر بأن الرئيس الوزراء الهندين ألين درامودي وصل إلى كييف اليوم آتيا عبر قطار من بولندا في زيارة تعتبر تاريخية يتوقع أن يدفع خلالها أي محادثات مع زيينيسكي يدفع نحو تسوية في الحرب مع روسيا كانت أيضا مشاهدين شركة التسلحة الحديدية الأوكرانية أكدت وصول رئيس الوزراء الهندي وهو اليوم في زيارة تاريخية كما أشرنا ويبدو أن هناك اتفاقيات يتم توقيعها الآن بين الجانبين الأوكراني والهندي في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي لأوكرانيا منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين كان رئيس الوزراء الهندي أندرامودي قد قال أو أعرب قبل هذه الرحلة عن تطلعه لتبادل وجهة النظر مع زيارة نسكي بشأن حل سلمي للصراع الدائل في أوكرانيا وأيضا أعرب عن أمله في عودة السلام والاستخار إلى المنطقة وكان أيضا المستشار بمكتب الرئيس الأوكراني قال إن كييف الآن هذه الزيارة مهمة إلى كييف لأن ميدانه تمثل أو تملك التأثير الكبير على موسكو زيانسكي قال قبل أخير المشاهدين كما نتابع في العاجل سأناقشه مع موذي قمة السلام بشأن أوكرانيا هذه الزيارة أيضا تأتي في وقت تحتدم فيه الحرب الروسية الأوكرانية حيث طبعا كما أشرنا حيث لا تزال القوات الأوكرانية في منطقة كورسك غرب روسيا منذ تواغنها في أسادس من أغسطس بينما تحقق القوات الروسية تقدما بطيئا شرق أوكرانيا نعود إلى متابعة هذه الصور إذن مشاهدنا للرئيسين أو رئيس الأوكراني بوردومين زيانسكي ورفقة ضيفه رئيس الوزراء الهندي أندري مودي بل ناندرامودي عفونا الذي وصل اليوم إلى كييف آتيا من بولندا في زيارة تاريخية عبر القطار وهي زيارة يتوقع أيضا أن يدفى خلال محادثاته مع زيانسكي فيها نحو تسوية في الحرب مع روسيا